تجربة متصفح جديد ولكن من المستقبل ليه بقولك الكلام ده؟ لأن المتصفح معتمد على الذكاء الاصطناعي ومن شركة كبيرة جدا وكلنا أو أغلبنا يعرف المتصفح بتاعها المميز جدا على الويندوز وعلى الماك وعلى الاندرويد وعلى الايفون النهاردة معانا التحفة الفنية من شركة The Browser Company اللي بتقدم لك The Browser The Browser هو النسخة المحدثة من متصفح Arc Browser المشهور جدا والمتاح على الويندوز والماك والاندرويد والايفون Arc اللي كنا من أوائل القنوات على اليوتيوب العربي اللي رشحت المتصفح ده وشرحته للجمهور والنهاردة برضو هنكون من أوائل الناس اللي تشرح The Browser على اليوتيوب الحمد لله فThe Browser من وجهة نظري أنا حبيته أكتر من Arc ليه حبيته أكتر من Arc؟ لأن صراحة أنا مش شخص هاوي أو بحب النوافذ اللي بتكون جانبية في المتصفح أنا حب النوافذ الطبيعية دي وتعودت عليها ومش حابب أي حاجة تانية غير النوافذ دي محبش لا النوافذ العمودية ولا النوافذ الفلوتينج ولا أي حاجة أنا عاوز النوافذ التقليدية دي بس المميز في المتصفح ده إن عمله لك في تصميم خرافي جداً مع دعم كامل لزكاة الاصطناعي زي ما نشوف دلوقتي والنتيجة مبهرة كل التفصيل دي هنشوفها في حلقة النهاردة بس منساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتشاركنا برايك تحت في التعليقات وأنا عارفك أنا ما بتعملش لايك وما بتشتركش في القناة وتفعلش الجرس كتبوا كل تعليقاتكم تحت في الديسكريبشن وخلينا عارفون نشوف متصفح دي براوسر السلام عليكم معاكم محمود عمران وأهلا بيكم في فيديو جديد قبل ما نجرب المتصفح مع بعض وتشوف كل المزال الخاصة بيه خلينا نحكي حكاية على السريع عشان تبقوا فاهمين المتصفح ده من شركة ايه ونتيجة ايه وكل الكلام ده وده استنباط شخصي المتصفح دي براوسر من شركة The Browser Company الشركة دي عندها المتصفح الرئيسي بتاعها Arc Browser Arc Browser بدأ على الماك بعد كده على آيفون والآيباد بعد كده شفنا على الويندوز بعد كده شفنا على الأندرويد الحقيقة متصفح Arc نجح نجاح مبهر وشفنا متصفحات كتيرة بدأت تقلده وآخر المتصفحات دي كان متصفح Zen Browser ولكن ده مبنى على Firefox يعني المتصفحات المبنية على Firefox ما فيش ولا متصفح شبه Arc إلا Zen Browser فZen Browser نقشت متصفح Arc حرفيا شوفوا كده يعني انتو شوفوا حكمه ده كده متصفح Zen Browser المبنى على Firefox هنا حرفيا نفس كل حاجة هنا تقدر تخش على الاعدادات الخاصة بالمتصفح شيء رهيب جدا جدا فأنا حسيت من إن الشركة دي قالت طيب انتو بقى قلتتونا وسرقت فكرة متصفح Arc ونفس التصميم كمان طيب ايه رأيكم بقى أنا هارجع ليه التابزي القديمة اللي هي التابزي الوفقية دي ولكن هعمل متصفح تصميمه حلو ومدمج فيه زكاة اصطناعي بدون لوج إن ولوج أوت والكلام ده وبدون ما يكون عندك اشتراك في الشات جي بي تي زي ما انتو شايفين لو ضغطت هنا على ميت ديه هفتح لك الموقع الخاص بالمتصفح ديه اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة المتصفح ده المفروض إنه هو هيكون مستقبل الشركة اللي هي بتاعة زبراوسر كامباني لإنه هو بيدمج لك الزكاة الاصطناعي مع تجربة المتصفح كويسة جدا مع خصوصية عالية في حجب الإعلانات وحجب الكوكيز والكلام ده كله زي ما هنشوف برضو في عددات المتصفح دلوقتي خلينا نفتح مع بعض حاجة لو ضغطنا هنا على نيو تاب هتلاع عندك هنا السيرش ممكن تبحث عن أي حاجة وليكن مثلا هنفتح موقع نيتشر دوت كوم وبعد كده هنفتح أي مقال من المقالات دي ممكن نفتح المقال ده ده مقال علمي أنا مش فهم منه أي حاجة ولكن أنا حابب أعرف المقال ده بيتكلم عنه هتلاع عندك هنا على اليمين شات اضغط عليه وبعد كده أقول له بالعربي مش محتاج إنجليز ولا محتاج أي حاجة اكتب له لخص لي المقال ده بعد كده يبدأ هنا يقول لك المقال ده بتكلم عن إيه زي ما أنتم شايفين نتيجة مبهرة وسلاسة والأمور جميلة جدا بدون ما تروح بقى على حسابك في الشات جي بيتي أو تفتح مثلا اكستنشن أو تنزل برنامج لأ تقدر تعمل كل الكلام ده وتقدر كمان هنا ترفع بقى ملفات من جهازك ترفع له بديف وتقول له لخصولي اعمل لي كذا سوي لي كذا فتقدر تعمل كل الكلام ده تقدر كمان تسجل الصوت تقدر كمان ترفع صور او تاخد سكرين شوت شوفوا هنا على طول بتعرف على الصور ممكن اختار الصورة دي كده فلو جينا مثلا هنا قلنا له خد سكرين شوت دي بعد كده قلنا له مثلا ايه الصورة دي هيبدأ هنا يقول لنا الصورة دي بتاعت ايه بالزبط فهيعمل سيرش وقول لنا الصورة دي بتاعت كذا 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 اهو الصورة دي بتعرض مشهد مكبر جدا لبكتيريا مختلفة الاشكال والالوان فيبدأ هنا يوضح لك الصورة دي بتاعت ايه المقال ده بتاعت ايه يعني شيء جميل جدا صراحة ويخليك تقدر تنمي مهاراتك وتسقف نفسك اي حاجة مش عارفها تفتح الشات تقول له لخص للمقال ده لخص للموقع ده لخص للصفحة دي صراحة شيء جميل جدا عندك كمان النفذة دي ممكن تستخدمها بشكل يعني مدمج في الصفحة او انك تضغط هنا وتختار فلوتينج فلوتينج بتبقى كده زي بوب اوب بالشكل ده كده تقدر هنا يعني تقدر كمان تعمل فول سكيرين لو حابب في نيو تاب فزي ما انت حابب صراحة تقدر تستخدم الموضوع سهل جدا وبسيط خلينا نفتح نيو تاب جديدة ونشوف الميزة العبقرية دي هنضغط على نيو تاب بعد كده هتلا عندك هنا انك تقدر تخش علي موقع بشكل سريع او انك تضغط على اد تابس اور فايل انا هضغط عليها ممكن تختار تاب من اي التابز دي وتسأله فيها تقول له لخص لي يعمل لي كل الكلام ده ولكن انا هضغط على ابلوت فروم ماي كمبيوتر من هنا تقدر تدي له صورة او بي دي اف او ملف اكسل او اي حاجة وتتكلم معاه تقول له لخصولي او كده فانا مثلا لو اخترت الكتاب د وعملت اوبن ممكن اكتب له هنا لخص لي الكتاب ده او مثلا الكتاب ده بيتكلم عن ايه والحقيقة بياخد ديتين تلاتة كده وبيجيب لك نتيجة مرضية جدا جدا انا رفعت الكتاب ده بالفعل ولتوله لخصولي ودي كانت النتيجة رفعت كتاب فتنة الوراء ولتوله لخص لي الكتاب ده باللهجة المصرية وتقدر كمان تتعامل معاه باللهجة بتاعتك مش لازم لغة عربية فصحة كمان فقال لي هنا كتاب فتنة الوراء العبد المنعم المحجوب يستعرض تاريخ نقد الفكر الدين في بغد خلال القرن الثالث الهجري وبدأ هنا يتكلم في الموضوع بشكل مميز جدا ممكن اتكلم معه وله طب وضح لي اكتر ايه اللي حصل في الفترة دي يعني ممكن تتناش معي يبدأ يجيب لك معلومات من الكتاب ومعلومات من برا الكتاب بحيث انك تفهم الكتاب من قبل ما تقرأ طبعا انا لا انصح ان انت تعمل كده انت لو حابب كتاب اقرأ كله وبعد كده التعامل مع الزكاة الاصطناعي يخليه زود لك ثقافتك يعني مش بول كده انك ما تقراش الكتاب لا اقرأ الكتاب وتابع مع زكاة الاصطناعي انه هو يديك معلومات اكتر يبقى كده الزكاة الاصطناعي من خلال النيو تاب تقدر تتعامل معه ومن خلال انك فتح اي موقع تضغط على شات وتتعامل معه فالميزة دي ممتازة والميزة دي ممتازة نروح بقى لإعدادات المتصفح هتلاقي عندك لو انت نزلت اي ملفة تلاقي عندك زر دونلود موجود فهنا ده لو نزلت لو ما نزلتش الزر ده يبقى مختفي هتلاقي عندك تحت هنا اللوجو القاص بديا بروسر وهتلاقي هنا مجموعة من السيمات تقدر تختار الانسب ليك وهتلاقي كمان انك تقدر تخفي البوك مارك بار لو حابب تخفيها او تظهرها بالشكل ده التصميم الجميل اللي انتو شايفينه ده هنضغط على ديا وبعد كده هنضغط على سيتنجس او الاعدادات ومن هنا كده هتلاقي بقى عندك البرايفيسي هتلاقي عندك حاجة اسمها Advanced Settings ما بتضغط عليها بيجيب لك الفلاتر اللي بتحجيب لك الاعلانات والكوكز انت شفت دلوقتي لما فتحنا الصفحة بتاعة مجلة نيتشر حاجة رهيبة جدا لا في اعلان ولا في كوكز ولا في اي حاجة بسبب الفلاتر القوية جدا دي ممكن تختار مثلا الفلاتر دي كلها من فلاتر Add Guard و Add Block والكلام ده وبعد كده تعمل Done بيبدأ يضيف الفلاتر دي ويحدثها عندك هنا في البروفايل لو انت عاوز تعمل بروفايل يعني للشغل وواحد مثلا ليه الترفيه او يبقى شخصي فتقدر تعمل اكتر من بروفايل وعندك هنا في الـ Advanced ما فيش حاجة مهمة الا ان هو مثلا لو قفلت المتصفح بشكل يعني مفاجئ ما يقفلش معاك يديك تحذير ان هو هيف المتصفح فممكن تفعل الميزة دي في نقطة باية مهمة جدا المتصفح ده عشان تقدر تستخدمه محتاج يتبعت لك دعوة لو انا جيت هنا وضغطت على Send The Invitation لازم Email Education لازم Email Student يعني زي ما انتوا شايفين هنا لو ضفت اي ايميل اقولت له مثلا محمود اي ايميل يعني ده بشكل يعني يعني عشوائي محمود at gmail.com مثلا افترضنا ان ده ايميلي هعمل Send Invitation هيقول لي سوري لازم ايميل يكون student with campus domain يعني ايه لازم يكون معاك ايميل في المختصر dot education dot edu للأسف نفس الحركة دي عملوها مع متصفح ark في بدايته كان لازم ايميل education سواء كنت طالب او استاذ جامعة والايميل لازم يبقى فيه كلمة edu عشان تقدر يعني تستخدمه وبعد كده تبعت دعوات ولكن الوضع ده بيكون اول شهر او شهرين وبعد كده بيفتحوا الدعوات للايميلات العادية وقت ما الموضوع ده يبقى سهل ان انا اقدر ابعت دعوات للايميلات العادية على طول هنزل بوست وعرفكم عشان يعني اكبر عدد منكم يجرب المتصفح ده ابعت له دعوة وكل واحد بيتم دعوته بيقدر يدعي 25 شخص تاني يجربوا المتصفح صراحة تجربة مميزة جدا بس قبل مأفل الفيديو ده وقول لكم سلام عليكم احنا حابين نبص على حاجة كده مع بعض عندك هنا في الفايل طبعا دي التابز والكلام ده هتلاقي عندك هنا في البوك ماركس تقدر توصلها من هنا تقدر تعمل منج بوك مارك فمن هنا كده تقدر تعمل ادارة للبوك مارك او تضيف نيو تاب وكمان عندك الاكستنشن تقدر تضيف اكستنشن عادي جدا منج اكستنشن انا ضيف الاكستنشن بتاعت ادجارد وكمان هنا لو دخلت على كروم ويب ستور تقدر تنزل اي اكستنشن موجودة بدون اي مشاكل ودي حاجة طبعا ممتازة جدا تصميم جميل دعم كامل للزكال الاصطناعي تتشات مع المواقع ومع الكتب ومع الصور وكل الكلام ده كل ده فيه متصفح واحد تجربة مميزة ومجانية تستاهل انكم تجربوه ولكن للأسف حاليا الدعوات الايميلات الايديوكيشن فقط لو معاك الايديوكيشن تقدر تعمل ساين اوب مباشرة حتى بدون دعوة مني انما وقت ما يفتحوا الدعوات للايميلات العادية ان شاء الله بإذن الله هنزل البوست عشان ابعت لكم دعوات وتستخدموا المتصفح الجميل جدا ده ما تنساش بقى تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل جرس وتشاركنا برايك تحت في التعليقات وما تنساش تشاركوا الفيديو ده مع اصدقائكم وتقولوا لهم ان المتصفح ده مفيد جدا ليهم وفعلا هيسايل عليهم حاجات كتيرة جدا ومجاني وبس كده كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد تحياتي سلام